في جولتنا السريعة حول العالم العديد من الأخبار منها قتل في حلب بعد اتفاق واشنطن وموسكو على إنقاذ الهدنة ومعرض فارنبير الجوي يسمر عن توقيع عقود بنحو 125 مليار دولار قتل 21 مدنيا بينهم خمسة أطفال في قصف جوي طال الأحياء الشرقية في مدينة حلب السورية بعد ساعات على إعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما على إجراءات ملموسة لإنقاذ الهدنة في سوريا ومحاربة الجماعات الجهادية وذلك بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالتس أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن سيعزز قدراته العسكرية ضد عصابة داعش الإرهابية وذلك أثناء اجتماع وزراء دفاع دول التحالف في العشرين من تموز يتطلع الملياردير دونالد ترامب لتثبيت تسميته كمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية في مؤتمر كليف كلاند الذي ينطلق الاثنين المقبل ويتوقع أن يكون شائكا ومخالفا للتقاليد المتبعة حتى الآن وكان ترامب حقق فوزا كاسحا عن الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية أثمرت دورة 2016 لمعرض فارنبراد جوي 123 مليار دولار من الطلبيات وصفقات البيع التي تشمل شراء طائرات ومحركات واتفاقات أخرى وقال المنظمون أن هذا المبلغ يتجاوز التوقعات حتى لو أنه لم يحقق الرقم القياسي البالغ 204 مليارات في الدورة السابقة قبل سنتين